مباشر بعد لقاء الراجا والجيش بالرباط والذي انتهى بالتعادل كان لنا لقاء صوتي عبر الهاتف بمدرب الفريق مغشون الذي عين البارحة بصفار سمية كمدرب جديد الفريق مجموعة من الأسئلة طرحناها على المدرب الجديد أول الأسئلة كانت حول تقييم العام للفريق بعد أن شهاد اللقاء ضد المغيب الفاسي عبر الشاشة ومشاهدته الفريق اليوم بملعب مركب الأمير ملعب لله في هذا الإطار كانت إجابة السيد مغشون كل آتي مجموعة من الأسئلة مجموعة من الأسئلة من الأسئلة عام 50 لبليم في مجموعة من الأسئلة من الأسئلة التعليقات للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر . موسيقى 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 المحور الثالث الذي اطرقنا له مع سيمارشان كان حول اللياقة البدنية والملاحظة ضديولو حول الفارق بعد اللقاء اليوم ضد الجيش الملاكي السي المدرب كانت إجابته كالاتي المحور الثالث الذي ينطرق ذلك؟ ومن المعام في لع Ungيوب من أعطاء تقريبين في المستخدم الهاتف فهي يجب أن يتكره على فسطة المستخدم والإشعركة في المستخدم، جيدا لتكون صورة العالمي ولكن يجب أن يكون راحية عبية فسطة المستخدم إلى ذلك فقط من الأجيال، سيكون الحقيقة وعبد كما يلقاً ستشارك في الدنيا والمهجمز في شمال أيضاً سوى مستط savoir نفسك على أنه يجب علي المحل على المغرب للغاية ثم يجب عليك في شمالك المنقليات في شمالك يجب ما يفضل أننا في نزل صفالك وبعد التقييم لقاء الجيش والمغربي الفاسي تحدثنا مع المدرب الجديد حوال الخطة المستقبلية وحوال البداية فريق لقد كانت أجمع بسجمع في هذا الإطار، نحن نرى بالجواب التالي لا، أعطي المناسبة مع المنطقة الأنوانية لتقوم بإمكان المواجهة المشاركة الأنوانية لأنه الوقت المتقدم لنشاركة من فاشتراك في 16 أكتب هذه المشاكل السابقة في المنزل المبادرة في الزائفة البراجعي وضعي بعد أستنى التنفيذ سابقه له في المنزل دائما في المنزل المبادرة في الدوارقة الجوية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر